السلام عليكم أبناء الطلاب أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانون أهلا بكم في منصة البس المباشر معكم طارق العليم بإذن الله سألحق بنا الأستاذ حسام البدل اليوم نلتقي معكم في فرع من فروع اللغة العربية أعتقد أنه من الفروع التي يستصعبها البعض منكم البلاغة معظم الطلاب يشوفوا ناحو البلاغة مشكلتين بس إحنا في البلاغة المفروض أن نتذوق ونقرأ نفهم ثم نعبر باسلوبنا ممكن يطلع مننا قديب وشاعر وكاتب الذي يساعده هو البلاغة لنفهم معنى البلاغة أخذناها في أول سنة صح تمام تعالوا نشوف كده الأول ما هي علوم البلاغة التي نحن ندرسها أنا سوف أفكركم كده بواحد يقول لي أنت لسه هتجيب لنا من أول سنوي تاني وكده آه ما وانت كله تراكمي معك البلاغة دي هتعاملة زي الناح وعملة زي الرياضة كده اللي بناخدها من أول أبتدائي لغاية سنوي فهي نفس الفكرة لو جلنا نشوف البلاغة هي إيه أصلا بلاغة العلماء عرفوها زي ما احنا شايفين كده مطابقة الكلام لمقتضى الحال مطابقة الكلام لمقتضى الحال طب يعني إيه الكلام ده وممكن البعض يستصعبه يعني الموضوع سهل تطابق الكلام يعني الكلام بتاعك يوافق يوافق إيه مقتضى الحال الحالة اللي انت فيها يعني مش معقول أنا أبقى فرحان وأقول كلام إن أنا حزين أو إن أنا أبقى حزين وأقول كلام يدل على الفرح والسعادة مش معقول لما روح مثلا أخذ واجب لواحد زميلي أو واحد توفي وأنا رايح عزي فقول له ألف مبروك مش هينفع ولا يا جماعة باتي الموضوع صعب فكده يبقى الإنسان ده ما عندهش بلاغة كده يعني بلاغة دي مطابقة الكلام لمقتضى الحال هتستخدم فيها تعبير حقيقي أو مجازي يبقى إذن التعبيرات عندنا كمان هتنقص من نوعين خدناها في قولة سنة والكلام ده كم تعبير حقيقي وتعبير مجازي طب يعني إيه تعبير حقيقي ويعني إيه تعبير مجازي أولا نشوف كده التعبير المجازي تعبير المجازي ده يعني خيال تعبير بتعبر بيه جملة بتعبر بيها بيبقى كلها خيال زي مثلا ما أقول أنت شمس أنت مش ممكن تكون شمس فده نقول عليه تعبير مجازي لأنه مش حقيقي طب لما يبقى حقيقي أقولك أنت مكتهد أنت طالب أنت عظيم أنت تذاكر أي جملة بقى أي جملة من الجملة الحقيقية أما الجملة المجازية ده جملة خيال أعتقد كده المفهوم بتاع الدلاغة وتعبيراتها بقت سهلة علينا شوية يعني حاول برضو تاني يعني كلام يوافق الحالة بتاعتك اللي أنت فيها لبعض رؤي عليك إنسان بلي ده أبسط الأمور هنا هتستخدم إيه؟ والله أنا ممكن أستخدم تعبير حقيقي وممكن أستخدم تعبير مجازي أيهم أفضل؟ تعبيري حقيقي ولا المجازي أبناء الطلاب؟ مين اللي يقول؟ برافو عليك أنا سامعك أو سامعك برافو أنا فعلا الموقف بتعوى ليه حدي أنا ممكن أستخدم التعبير الحقيقي ده يبقى قوي جدا مطلوب في بعض الأوقات وممكن التعبير الخيالي ده مطلوب تمام؟ أنا بكلم مثلا حد مهم فأنا ممكن أكبر به وأعظم به فأستخدم التعبيري المجازي عشان أعلم إن شأنه وممكن عاوز أقول حاجة حقيقية زي مثلا المحامي قدام القاضي أو عاوز يقول حاجات حقيقية علشان فعلا يضمن الحكم وهكذا إذن المواقف هي اللي بتحدد وحكمك إنت في الأمان طب تعالوا كده نشوف البلاغة التي تنقسم ليبقى اللغة العربية كلها في البلاغة العلماء قسموها تلت أقسام علم معاني علم بيان علم بديع ها فاكرين خدنا البيان مثلا معرفنا عنه حاجات في سنة أولى أيوة تشبيه لاستعارة الكناية المجازي المرسل تمام ده كان علم البيان والتشبيه ده كنا واخدينه أنواع أنا بفكركم بس بذكركم كده معايا كم فيه تشبيه بليه كم فيه تشبيه مجمل ها تشبيه تمثيلي تشبيه ضمني رعب عليكم والاستعارة كنت أنا أجيب تشبيه بليل واحزف ركنه من أركانه والتشبيه البليل ده فاكرين مشبه ومشبه بيه فقط لو حسفت جزء من أركانه أوصل الاستعارة سواء استعارة مكنية أو استعارة تصريحية وفي نوع تالت في حد عارفه مصطفى لا لا مش مظبوط استعارة أنا بكلمك عن استعارة أحسن الاستعارة التمثيلية يبقى عندنا ثلاث استعارات كده أقول لكم تين استعارة مكنية استعارة تصريحية والثالثة استعارة تمثيلية ورحنا للكناية وخدنا الكناية دي وكانت ثلاثة أنواع فاكرين كناية عن صفة كناية عن موصوف وكناية عن نسبة فكرنا كده استسطار أفكركم لما الكناية دي لما تكون عاوز تقول حاجة وتعملها زي لغز كده ما هي استعارفين كلمة كناية يعني كان كان الشي أي أخفاه فأنت كده أخفيت حاجة عن الشخص زي ما كنتم بتلعبه كده زي ماين لعبة عرستي مثلا فتقوله عرستي ويبدأ هو يفكر الكناية نفس الفكرة كده بنعملها بنفس الطريقة فأنا أقول لك مثلا أنت شمس دي كناية عن حاجة معينة طيب واحد يقول لي طيب ما كانت تشبيه بليل أنت شمس أقول لك صح طيب وفيها كناية أو فيها كناية طيب أنت قمر نفس القصة طيب أنت بتكني بإيه أو عن إيه يعني آه أنا أقصد أن مثلا البنت دي جميلة أوي فأقول لك أنت أمر معينة في الحقيقة مش كده بس أنا عملت الكناية أقول لك أنت أسد فأنا بعمل لك كده عن الشجاعة وهكذا طيب المجاز المرسل وده كان له علاقات لو أنتوا فاكرين المجاز المرسل ده هنطلق قدع وحنقيد العلاقة وحنقول مثلا مجاز المرسل ها بعض من كل علاقته تمام طيب مجاز المرسل إيه علاقته إيه الكلية الجزئية يكونوا نعلاها بعض من كل دي الجزئية الكلية لمجاز المرسل طيب مجاز المرسل طيب سببية مسببية مفكر كهو بالحاجات اللي فاتت علينا ها المحلية الحالية لو أنتوا فاكرين المحلية دي ليها المكانية ولو سعرتها المكانية تمام زي ما سأقول لك إيه هذا المعلم له يد علي له يد علي فأنا جدت كلمة يد أنا أصد فضل الجملة المفروض كده المعلم هذا المعلم له فضل علي فما قلتش أنا فضل أنا قلت يد طيب وكلمة يد دي بقى يد علاقتها بالفضل إيه اليد هي السبب طيب هنا العلاقة مجاز مرسل علاقته السببية أنا جبت السبب وكنت تقصد المسبب عنه اللي هو الفضل يعني فده جاي كنا بنقول عليه مجاز مرسل برضو أفكركم لما قول مثلا شربت ماء النيل الناس ممكن تفهم إن أنا شربت ماء النيل كلها كده طيب وده ينفع أنا ما قدرش أشرب ماء النيل كلها طيب وما أنا نقصه دي أنا شربت كوب ماء من النيل بعض من النيل شوية مية طيب بس أنت قلت النيل كله آيوة ده عبارة عن المجاز المرسل فيه خيال هنا هو أنا ما عملتوش حقيقي طيب ده مجاز مرسل والعلاقة بتاعته أنا جبت ماء النيل كلها شباب وأنا أقصد إن أنا شربت شوية يبقى هنا العلاقة إيه كلية علاقة كلية أحسنتم أنا كنت أفكركم بعلم البديع طيب تعالوا نشوف علم البديع علم البديع ده اللي احنا ناخده السنة دي كويس ونركز عليه قوي في التباق والمقابلة والتورية مراعاة النظير والالتفات والتضمين والاقتباس والجناس والتصريع وحسن التقسين والسجع والازدواج وحسن ندرسها مع بعض ونفهمها كويس وإن شاء الله تبقى كويس علينا وفي علم المعيني وده بيهتم بالتقديم والتأخير والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والتوكيد والإيه والقف تمام تعالوا نشوف كده من المحسنات البديعي هي أصلا محسن بديعي أقول لك يا وسيلة من الوسائل بيستعين بها الأديب الأديب يعني شاعر أو ناثر من الشعر أو الناثر هو يستخدمها ليه؟ عشان يظهر المشاعر والعواطف بتاعته ويأثر في الناس طب وهي لها مميزات أو لها شروط آه يا ريت ده خطبنا إن هي فعلا تكون قليلة مش كتير مش أنا قاعد أعمل محسنات بديعية وإذا كترت هتبقى عيب عند الشاعر أو الأديب تكون مؤدئة فعلا للمعنى مش ممتكلفة يعني أنا مش جايبة غصبة عنها لا لها لها فايدة في النص مش إن أنا عجبني الطباق أو المقابلة أشتغل عليها طيب موالة وجدت كتير ده هتفقد الجمال بتاعها ويصبح طبعا ضعف وعجز عند الأديب تعالوا كده يا شباب كم إحنا اتفقنا على المحسنات البديعية فكرتكم بياتين هي سريعة وهناخد بقى نشتغل عليها بإذن الله طيب اتفقنا مفروض ما نكترش منها ونستخدم القليل عشان نقدر أو هي تقدر فعلا تحقق لي المطلوب منه أكيد أنت سمعتوا عن بعض الكلمات ديت وقابلتنا في النصوص وقابلتنا في تحليلات قبل كده وفي بلاغة قبل كده وعرفنا اتباق المقابلة التورية وتصريع حسن التقسيم من حاجات دي كلها ممكن تكون بعض الكلمات اللي موجودة هنا جديدة علينا ممكن يكون التضمين ده جديد علينا هو الاقتباس ممكن يكون مراعاة النظير لا ممكن يكون مرة علينا الالتفاة ممكن يكون جديدة علينا فاحنا هنشوف مع بعض كده نبدأ ده كده المحسن اللفظي يبقى المحسنات البداية هنقسمها نوعية محسن اللفظي ومحسن معنوي تمام طيب المحسنات اللفظية دي تبقى سيء ايه مثلا لو احنا رجعنا كده لشريحة بتاعتنا محسن اللفظي يعني اهتم بلفز الكلمة يهتم باللفز إنجام المحسن المعناوي مش هيهتم بالألفوظ اهتم بالمعنى اكثر فأكيد انتم هنا اتباقوا المقابلة والتوراوة لما نعرف التعريفات بتاعتهم نقدر نعرف هو بيهتم باللفز ولا يهتم بالمعنى وهذه نقطة مهمة جدا طب يعني هو ممكن يسأني ويقول المحسن ده اللفظي ولا معناوي اه طبع ممكن ويجبوا لك ويقول لك اختار من المحسنات اللفظية ويمكن تبلك ثلاثة خطأ وواحد صح فاخد بالي كويس يقول لك صحة والخطأ من اطباق من المحسنات اللفظية وانت لازم تاخد بالك وفعلا هيبقى كده ولا لا طبعا طيب اول محسن اللفظي هو الجنيس طبو الجناز ده الجناز ده من الاسم كده في نوع من التجانس يعني التوافق علشان كده في تعريفه ويقول لك بيتشابه اللفظان في النطق ويختلفاء في المعنى يتشابه اللفظان في النطق يبقوا شكل بعض في النطقهم وهمهم اللي المعنى مختلف ده يعني الحروف تبقى زي بعضها اه طب وشكل الحروف اه والعدد بتاع الحروف اه ممكن طيب بس بشارك يختلفاء في المعنى ودي نوع مهمة او طب تعالوا نشوف النوعين بتوع فيه جناس تان وفيه جناس غير تان اللي بنقول عليه جناس نقطس فالجناس التام هسيركم كده نشوفها كده كويس يعني ايه جناس تام فعلا تعالوا نشوف تعريف الجناس الجناس التام ده ما هو ما اتفق فيه اللي الظاني في امور اربعة طيب ايه الامور الاربعة دي نوع الحروف شكل الحروف عدد الحروف ترتيب الحروف بس هنا ايه لازم يشاركوا في كل في الاربعة لاتوافقوا في الاربعة تمام في واحد من الأمور الاربعة اللي فات دون يعني اتفق في ثلاثة خلاص واختلاف في واحد تيب ناقص المهم ينقص واحد من دون نوع الحروف شكل الحروف عددها او ترتيبها تمام امثال توضح لنا الموضوع ونعرف فين التام وفين الناقص قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة من القرآن الكريم تعالوا نشوف كده كلمة الساعة وساعة نحن نشوف باكده ساعة وساعة لنفس الكلمة حرفهم واحدة او ساعة وساعة سين الف عين وتم وطبع عددهم او مضبوط ساعة وساعة طب واحد يقولي الالف واللم لأن الالف واللم ذي زيادة مش هنحسبها ما بتتحسبش في الكلمات لأنها تعريف خلاص مش هتفرم عليه لوم تقوم الساعة وغير ساعة طب هو المقصود بالساعة لأي ف الليم دي آه يوم تقوم الساعة يقصد بها القيامة طيب دي يبقى هنا يوم القيامة طب والتانية ما لبسوا غير ساعة آه دا يقصد ساعة زمن الوقت آه يعني دي كلمة لها معنى ودي كلمة لها معنى تاني والحروف واحدة والكلمة هي هي وعدد الحروف واحدة حتى تشكيل الحروف ساعة ساعة في نفس الضبط ما اختلفش الضبط كمان آه يبداع جي ناس ايه يا شباب انا سمعك او هم صح برافو عليكم احسنتم دا جي ناس ايه تام دا جي ناس تام طب تعالوا نشوف التاني سميت قال الشاعر سميته يحياء ليحياء فلم يكن الى رض امر الله فيه سبيله ها انا مساهل عليكم حاطة خطوط ما فيش حد يتكلم بقى في الموضوع ده سهلة خالص لكم فهو بقول سميته يحياء ليحياء انا سمعكو ها الولد ادوارد قول ها انا سمعك ها انا سميته يحياء ها يعني سمى ابنه يحياء الولد كده اسمه يحياء ها ليحياء يقول لي ايه ما وهنا في الكلمة دي يتفه لام في الاول انا خلاص سبت الدنيا كلها جاعة لام ما هي اصل اللام دي زيادة سميته يحياء ليحياء تمام اه اللام دي يتخلاص دي زيادة مش هنحسبها من الكلمة يعني الكلام الاصليه يحياء ويحياء فبواحد برضو تاني منكم ودماغه شغالة كده وانا عارف يقول لها مستر ما هيديه فيها قالف بصة لفوق كده يحياء اقول لكم انت نطقت ايه مش الف طب وفي يحياء اللي هي سميته يحياء ما انت نطقت الف برضو صورة الالف مختلفة الصورة بس مختلفة كده اه بس هي هي ما تشبهت في عدد الحروف في الكلمة نفسها بس اختلفوا في المعنى النطق نفس واحد تمام اختلفوا في المعنى فهو هنا اسم وده فعل تمام اختلافهم في المعنى طيب يبقى فعلا انه ده ايه جنيس تيم طيب فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر فأنا عندي كلمة تقهر وكلمة تنهر اهي كلمتين كده متشابين اه بس فيه اختلاف انت مش النطق واحدة انت بتقول تاقق هنا قاف فأنا بتقول تنهر هنا نون وكده فيه اختلاف نحن الاختلاف ده اعمل لي حاجة في الكلمة يبقى هنا جنيس ناقص ده جنيس ناقص تمام لانه معنى فقط حاجة اختلف في الحرف من الحروف دي قاف دي نون تقهر تنهر طيب تعالوا شوفوا كده قالت الخنساء ان البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح ان البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح اه انا سمعكم انتوا على فكرة زعلانين مني صح؟ عشان انا محطتش خط في الجواملة دي تحت الكلمات ده السنة عارف ان انتوا شاطرين وتقدروا تجبوها وتعرف هو اني نوع من الجناس كمين تعالوا نشوف كده احنا اتفعنا ان فيه صوت بينطق بيطلع مننا والصوت ده بيتوافق الكلمة دي تتوافق مع الكلمة دي ساعة ساعة يحيا اليحيا وتقهر تنهر شايفين الصوت بس طبعا القاف والنون هنا اللي كانت عاملة مشكلة فعملناك جناس نقص طيب اموال في الجملة دي بقى ان البكاء هو الشفاء هل في هنا تشابه في النطق بعد اقول لي بكاء شفاء بكاء وشفاء هي بكاء اربع حروف وشفاء اربع حروف واختلفوا في حرفينهم بكاء وشفاء واتفقوا في حرفين نعملية متعدلة طيب ينفعوا اه ماشي انا اقول له ماشي ماشي يا سيدة انا بل بكاء وشفاء بس فيه جناس ركز فيه كده في الصوت قوي جدا جناس واضح من الجوا بين الجوا نحي هه من الجوا بين الجوا نحي اوه انا سمعك اوه هه بانت لكم صح كده اهو من الجوا بين الجوا والجوا نحي بس يا مستر طور انت تدحكت علينا ده الجوا الاولا دي كلمة والجوا نحي اه فيه هنا مقطعين صوتيينهم وكلمة جمع تنفع الكلام ده هذا الجمال بقى هو ده اللي بيديني جمال في اللغة هه تنفع طبعا الجوا والجوا نحي طب هي اقوى من البكاء والاشتفاقة طبعا لان الصوت ما احنا اتكلمنا عن الصوت اوه الصوت يا شباب ركزوا في الصوت في المقطع الجوا الجوا نحي يبقى هنا فعلا ده اللي فيه جنيس والجناس هنا جناس ايه؟ جناس ناقص تمام؟ يبقى ده جناس ناقص طيب وعرفت ازاي الجناس النقص هذي الجوا وده الجوانح وهنا الكلمة التانية دي زاي ده حرفين اللي هو النون ونحة جوا جوانح اهي يبقى ده جنيس ناقص ده جنيس ناقص جوا جوانح طيب نشوف اخر بسات كده من الاقوال هلا نهاكا نهاكا عن لوم مرئن؟ هلا نهاكا نهاكا عن لوم مرئن؟ هم سيبكوا تفكروا كده؟ نهاكا ونهاكا طيب طب هي كده فعلا مختلفين في المعنى؟ ها مختلفين في المعنى طيب الشكل الحروف يا مستر زاي بعضها؟ نون ايه؟ ألف كاف ده زاي بعضها؟ ومش زاي الجوا والجوانح؟ والحاجات اللي فاتت علينا دي؟ ها ده الجوا دي كانت ألف لينة والجوا التالية كانت ألف لفوق وانا ما فيش مشكلة ما هي نط طيب همال دي بقى نهاك نهاك ده كل الحروف زي بعضها وعدد الحروف زي بعضها همال اختلاف ايه؟ انا انا عارف ان انتوا فاهمين عارف سامعك والله سامعك وانتوا بتجاوبوا اه النون هنا على فتحة والنون هنا على ضم مرافو عليكم والله عارف طب والمعنى بقى تعارفين هلا هلا تحديد كده يعني ياريت يا جماعة معناها كده هلا نهاك يعني ايه؟ منعك هلا نهاك نهاك تمام كده؟ يبقى انا عندي كده الفعل ده نها وعندي نها طب والنها هو ايه؟ من الشاطر اللي قولي معنى النها وعلى فكرة جادة القرآن قولي النها لو فيه حد عارف هم؟ برافو برافو اه انه هدا تمام؟ اللي هو العقل يعني اللي هو يقدر يتحكم فيك تمام؟ طيب انا بطلب منك ان انت تخلي أنها لو عقلك يتحكم ويمنعك من اللوم لأي إمرئ آخر لا تدريب لكم يريد تصوروه بالموبايل كده بعد إذنكم صوروه لكي تبدأوا تجاوبوك تبعوا تبعتوا هنا نصححوا لكم وانتبعكم فيه تمام نسيبه شوية علشان نصورو علشان نقدر نشوف نقدر نحلو يعني تمام خدناه كده print screen أو صورة بالموبايل شاطرين أو بالتاب وهم نصورو ونبدأ نتناقش فيه نحلو معاكم بإذن الله كتدريب لنا على الجنس تمام يلا بينا ناخدكم في حاجة تانية اسمها السجع والسجع يا شباب احنا بتتكلم في المحسنات من اللي فاكر فاطمة محمد ده اللي أقوله مرافو عليكم محسنات لفظية محسنات لفظية تختص باللفز واخدنا منها الجنس لأنه بيختص باللفز والحروف بتاع الكلمة هناخد درواية السجع ايه هو السجع مفكرين أكيد قابلنا قبل كده فتح لهم نصوص وقلنا اتكلمنا عليه توافق الفاصلتين توافق اهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير تمام وأفضله يعني أفضل السجع ما تساوت فقره ممكن يكون فقرة كده وتتساوى مع فقرة أخرى ويبقى ده سجع ناجح جدا طيب وإيه الفاصلتين دون تساوى أسطور أعمال يجب دينا كلام كده صعب علينا توافق طيب توافق دي حني فهمها يعني إنهم مشكل بعض يعني زي ما كنا بنقول الجنس اللي حروف متشابهة كده طيب ايه الفاصلتين بقى ها يعني الجملتين فاصلتين يعني الجملتين حاجة جملة وجملة ويحصل في الآخر في الجملة من الجملة الآخرة دي جملة منتهية بحرف والجملة الثانية منتهية بحرف فتوافق الاختلاء الحرفين الأخر دون فنقول توافق الجملتين أو الفاصلتين تعالوا نشوف أمثلة للموضوع ده قالت سعالبي ده رجل كبير جدا في اللغة العربية والنحو العربي الحقد صدق القلوب واللجاج سبب الحروب تمام هذه جملتين شوفوا الفاصلة لما بينهم فاصلة تهيض جملتين الحقد صدق القلوب عشان كده بمنعنا يعني بنصحنا ان احنا نبعد عن الحقد ده لانه شيء وحش جدا بيتعب القلوب واللجاج وسبب الحروب شايفين كده الجملة اللي قولنا انتهت كلمة القلوب والتانية الحروب شايفين الحرف الأخير القلوب الحروب طبعا انتهت الجملتين كده بحرف واحد فده نقدر بنقول عليه سنجع بين كلمة القلوب والحروب يبقى ده سنجع وليه اخترت الكلمتين دول لهم النهاية ما واحد يقول لي القلوب وسبب فدي حرف البقى ودي حرف البقى مستر بداية معاكم شوية صح بس يا جماعة احنا اتفقنا في التعريب ان هو ايه في الحرف الاخير وكمان حاجة الفاصلتان يعني الجملة الاخيرة اخر الجملة مش في النص تعالوا نشوف كده قال الحريري وده كاتب مشهور جدا وقديب رائع وشاعر عظيم كان بيكتب المقامات فن المقامات في اللغة العربية الحريري راجل عظيم جدا في اللغة علي رحمة الله ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار أعتقد ابداة طلاب ان الحريري اكثر من استخدما للسجع في اللغة العربية في كتابة المقامات لو قرأنا مقاماته سنكتشف السجع بطريقة رهيبة جدا ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار استنى استنى انت لقبطنا انا عارف انت بتقولوا كده دلوقتي هتضربوني بعد شوية انت قلت الأخطار والأخطار طيب مش دعا بقى كده انا اخدها جنيس ولا انا اخدها سجع طيب هيا فاصلة ولا مش فاصلة يعني جملة تنتهي بالكلمة دي ولا لا ها الأخطار دي نهاية المعنى اللي فات والتانية الأخطار التانية نهاية الجملة الجديدة باقتحام الأخطار فده نهاية وده نهاية وده حرف الراء وده حرف الراء يجب لقى ايه سجع وانت متطمن اه انا قلت النهاية تمام طب لو هم المعنى واحد تركزوا يا شباب لو المعنى واحد هل ينفعوا جيناس ها هند انا سامعك يا هند بتقولي اي لا يا هند ده ركزي شوية لو المعنى واحد يا هند لا لان نفعش منار حسام غيس انا سامعكم كلكم تتكلموا مواطب لا خدوا بالك لو المعنى واحد يا شباب ما يبقاش جنيس لازم في الجنيس المعنى يختلف لازم ما ينفعش اقرر الكلمة بنفس الحروف ونفس كل شيء واجهول عليها جنيس لا ده كان في الجنيس مع اختلاف المعنى يعني ده له معنى وده له معنى مش المعنى عكس لا اختلاف معنى مش تضاد اختلاف يعني يعني ده لي معنى وده لي معنى تاني طب لو كانوا هم الاثنين نفس المعنى لا مش هتنفع جنيس فهدية فعلا ديت واضحة قدام ان هي ايه سجع في نهاية الفاصلة قال بعض البلغاء الانسان بادابه لا بزيه وثيابه الانسان بادابه لا بزيه وثيابه احسنتم الهاء اللي في اخر ديت في الجملة دي والجملة دي ادابه ثيابه يبقى جنيس قال اعرابي نزلت بوادي غير ممطور وفناء غير معمور ورجل غير ميسور راح على راجل فقير حظم كده وراح وادي ما فيهوش مطر وفناء يعني مكان ما فيهوش ناز ده حظه طبعا الاعرابي كده تعالوا نشوف كده ممطور من المطر ممطور قد الراء وجملة انتهت الجملة الثانية تنتيب معمور الراء والجملة الثالثة ميسور الراء تمام؟ خدوا بقى ركو بقى في حاجة يعني قادي النهاية دية بتعملي سجع حتى ما بين الثلاثة حتى ما بين الثالثة والشرط اثنين ممكن يبقوا ثلاثة جاء لها من سفينة ذات ألواح متينة على أرواح الناس أمينة اوه هو شلني هنا مثلاً فصلة ما كان بيحطيك في فصلة عشان يوضح لي طب أنا ممكن أن أقدر أوضح؟ ايا لها من سفينة اهيه ذات ألواح متينة اهيه على أرواح الناس أمينة انا سمعكم فعلاً سفينة متينة أمينة وتنتهي بتاع مربوطة برافو أيوة كده يا شباب أحلى تانية سنوي بتاع المربوطة انتهت الكلمات بادية إيه سجع ذهبتوا للسوق عند عم فاروق واشتريتوا برقوق من باب اللوق أكيد أنت واضحت قدامكم السوق فاروق برقوق اللوق أحسنتم شباب طب تعالوا كده أكتر الحقد صدق القلوب كم كلمة ثلاثة اللجاج وسبب الحروب كم كلمة ثلاثة الحقد بدأ باليفولام اللجاج بدأ بال quilان بدأ الصدق بدأس بدأ سبب بدأ القلوب بدأ الحروب انت توصدين ارتفاع الأخطار اقتحام الأخطار ارتفاع اقتحام للأخطار للأخطار في حاجة هنا انت تؤصدها لإنسان بأدابة لبزية والثياب آه أنت تقصد من الفهم من الفهم تعالوا كده أفضله ما تساوت فقره يبقى لو تساوت الفقرة يبقى خلاص يبقى كويس يبقى تساوت الفقرة يبقى شكله كده كويس يبقى أفضل تمام هذه المحسنات البديعية اللي احنا خلصناها خلصنا منها المحسنات اللفظية الدين عليها حاجتين كويسين جدا معنا النهاردة اللي هو طبعا الجنس والسجع وده ايه كنموذج يعني وهنكمل المحسنات المعنوية ناخد عنا فرصة كده أو معلومات محسن معنوي مش هيهتم باللفظ هيهتم بايه بالمعنى وناخد منه الطباق الطباق هو ايه هجيب الكلمة وعكسها سهل ايه ده بقى الكلمة وعكسها ففيه طباق ايجابي وفيه طباق سلبي الطباق الايجابي اذا اجتمع في الكلام المعنى وعكسه والطباق السلبي انه نجمع بين فعلين واحد مثبت والاخر منفي واحد امر والاخر نهي طباق الايجابي نرجع تاني انه اجتمع في الكلام المعنى والعكس ادينا مثال ملقى بيض ويسود مالا بيض عكس ويسود وضوه خلصان يعني طيب كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء تؤتي وتنزع أكس بعض تعز وتذل أكس بعض تولج الليلة في النهار الليلة والنهار أكس بعض تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت الحي والميت وتخرج الميت من الحي كل مواكسها تقولون عني طباق ايجابي السلبة زمعنا والنهار اجيبنا في مثل كل هالي يستويوا الذين يعلمون ادي مثبت والذين لا يعلمون ادي منفي طيب ويتن فلا تخشون ده نهي وخشون ده أمر ده نهي وده ايه أمر وده يبع تباق سلبي طيب أعزائي الطلاب نقرب بكم اليوم عند التباق ونراجع سريعا خزنا المحسنات خزنا من بداية الحصة مراجعة سريعة وتكلامنا عن علم البلاغة وتكلامنا عن علم البيان وعلم البديع أخذنا مين هو؟ المحسنات اللفظية وخذنا من المحسنات اللفظية اثنين الجناس والسجع وروحنا للمحسنات المعنوية واشتغلنا التباق ادناكوا تكليف النهاردة وواجب بسيط على المحسن اللفظ ونركوا تصوروا الشاشة وبعتوهاننا إن شاء الله نبقى على تواصل أشكركم اليوم على أن ننطقي في تكملة لعلم البلاغة ولما بدأناه نشكركم موسيقى موسيقى